بالأغلبية صدق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون تنظيمي رقم 0421 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت مشروع القانون التنظيمي حظي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابية يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب لتشمل أيضا رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة